يعني نقول أكتر الأدوار اللي علقت مع الناس أو عملت حالة انبهار للمشاهد رحيم ولا حاجة تانية لا حاجة يعني حاجة كتيرة طبعا بالنسبة المؤخرة يعني بس مؤخرة حلم العجتي طبعا يعني علق مع الناس بشكل كويس قوي لعبة إبليس طبعا مقدر شانسة لعبة إبليس بس أنا تكلم عن لعبة إبليس وكفر دلهاب طبعا أعمال كتيرة بس أنا بأتكلم على أنه رحيم كان آخر حاجة ليك كان آخر حاجة طبعا وكان شكلك غريب ومختلف فيه يعني ما كناش ماخذين على هي دي الشخصية اللي بيقدمها محمد رياض آه يا رياض بقولك كان فيها لحاجة جديدة عايز أقولك أنه هي شخصية كان يعني يعني بيت فتح مطاوي وحاجات كده وانا عمر يمسك يعني تقريبا عمر في حياتي ممسكت مطا لا وبعدين ليك رياكشنات كده كنا بنشوفها في المسلسل بتبرق فيه مشهد أنا فاكرا كويس قوي اللي كنت مسك فيه وبتضرب وعنيك مبرقة يعني كل مشاعرك كانت آه هو منفعلة الدور فعلا كان حالة بالنسبة لي وكان جديد يعني الأول مرة أنا في المسلسل ده أعمل الشخصية دي الأول مرة أعمل أكشن أنا قمتش أكشن خالص قبل كده آه فعملنا أكشن آه طبعا أنا وياسر آه فكانت حاجات كانت جديدة بالنسبة لي الشخصية تركبتها النفسية وال والتدرك في الشخصية كان برضو كان كبير جدا فديتني مساحة إن أنا أقدر آه أشتغل عليها آه وكان فيه مراحل في الشخصية كمان آه لا يعني حلمي العجاتي في رحيم كان حاجة مختلفة بالنسبة لي فعلا آه كواليس آه التحضير لرحيم آه عايزين نعرفها منك ونعرف آه الكيميا العالية اللي كانت بينك وبن ياسر جلال آه ياسر طبعا يعني آه ياسر إحنا كنا في المعهد سوا زملاء مع التمثيل وإحنا أصدقاء طول عمرنا يعني حتى شغالين أو مش شغالين مع بعض إحنا أصدقاء وبيننا يعني عشرة طويلة جدا جدا وبيننا حاجات كتير يعني آه ما كانش غريب آه في الستوديو إن إحنا بنعمل وإحنا أصدقاء المفروض في المسلسل صاحب 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 في مشاهد آه إحنا قلناها قبل كده في حياتنا الشخصية يعني وإحنا كنا بنمثلها المواقف دي كانت شبه مواقف كتير جدا إحنا عشناها سوا ناوهو أي آه فطلع قريب أو من الناس لأنه إحنا كنا فعلا الحالة نفسها كانت قريبة إحنا أنا وياسر قريبين جدا لبعض فده اللي زار على الناس يعني فعشان كده الناس تقبلت ده والناس آآ لقطت الخيط بتاع الصداقة آآ يعني الصداقة اللي كان بينهم آآ الناس ركزت معها جدا وآآ في الآخر كما كانوا يقولك تخونت رحيم إزاي تخونه إزاي تخون صاحبك إزاي مش عارف إيه الناس كانت بتدور برضو يعني أنا مسلسل على قد كده هو برضو بيقدم لتنين ما هواش اتنين فاسة ده في الآخر يعني لكن الجمهور عشان وعي سابدة ودور على تيمة بتاعت الصداقة عشان كده المسلسلات اللي بتتكلم في حاجات فيها قيم القيم الجميلة بتاعتنا هتلاقي الناس تنفعل بها جدا فالناس انفعلت قوي 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 بتيمة الصداقة بالصداقة اللي كانت ما بين حلمي ورحيم أكتر من الخط اللي احنا كنا ماشيين عليه التهريب الأموال وهما في الآخر طبعا خدوا يعني جزاؤهم هما الاتنين لكن كانوا حابين قوي فكرة الصداقة لما تعرض عليك الدور وانت بتقرأ الوراء تخيلت نفسك في الشكل الجديد دوت اللي انت هتقدمه وكنت حاسس انه هتلاقي النجاح ده يعني هو عمل نجاح كبير ما شاء الله كنت انت متوقعه؟ كنت متوقع ان شاء الله انه العمل ينجح لانه كانت متوفرة له يعني عوامل النجاح شركة الانتاج شركة مهمة جدا مش شركة كبيرة جدا استاذ ريمون مقار واستاذ محمد محمود عبد عزيز هم فنانين اكتر منهم يعني منتجين بيفهموا جدا جدا في الوراء يعني استاذ عايزة اقولك انت استاذ ريمون يعني هو صاحب شكل اللوك اللي انا كنت عامله نقعد نتكلم ونشوف ونشوف ايه احلى و ايه اللي هنتعمل ونتكلم في الكاركتر وفي الشخصيات وفي الخط اللي احنا هنمشي عليه يعني حصل فيه تحضير رحية كبير قبل ما نخش للتصوير طبعا يعني كنت حاسس ان عمل ان شاء الله ينجح لكن طبعا ما كنتش متوقع انه ينجح بهذا الشكل بس طبعا كنت مرعوب لانه كان في حاجات انا معتاش قبل كده يعني كنت خايف يعني عاز اقولك ان انا مسألة ان هم يفتحوا مطوى ولانه في البيئة بتاعتهم دي عادت اتضرب عليها كتير يعني مسهلة مسألة الاكشن كنت اول مرة اعمل اكشن طبعا قعدنا حضرنا في الجيم شوية فترة شهرين يمكن انا وياسر كنا بنروح الجيم كل يوم تقريبا عشان نبقى فت بس في حكاية ان احنا كنا بنمط من اماكن عالية وحاجات فيها خطورة فعلا يعني في حاجات فيها خطورة خطورة يعني فيه مشهد يمكن ناس ما تاخدش بالها منه لكن مشهد ده كان خطر جدا المفروض ان هو السق في الاخر احمد سق بيفتح حيطة كده وبيطلع لنا منها فالحيطة دي نفسها كانوا الراجل بتاع الاكشن اللي كان معنا استاذ عمر مجايفر وكان في حد معنا من جنوب افريقيا وكانوا مرعوبين للحيطة كلها تقع علينا فهم حتى لنا لو حسيتوا ان الهيطة اجروا لانه كمان المكان كان مقفول علينا فكان فيه ريسك كبير يعني بس طبعا السق محترف بصراحة يعني طلعت الحمد لله مظبوطة جدا يعني